اشتركوا في القناة طبعا بس احنا في البداية عايزين نشوف بس تشكيل الفريق اعمل ازاي او مين اللايب اللي اتطورت معنا في فرقة او مين اللايب انا ممكن ندعمها اكيد الدنيا اتطورت معنا جدا احنا البوسم دهنا عبد شامبيوز ليك فاكيد الموضوع مختلف تماما يعني كده احنا محتاجين اساسي معنا طبعا الدخيل وديمون دي كويسين وكل حاجة لكن انت محتاج بقى كوالتي عالي جدا في دور الابطال اكيد بما انه بقى الموضوع سيميليشن فهنسرب براحتنا وهنمتع نفسينا في الصرف و مش هيمنى حتة الصرف شوية كمان محتاجين ممكن نجيب ديفندر كويس مكان كولن نجيبها خط وسط مدافع كويس انا طبعا هبعد سكاوت نشوف مين اللاعب المتاح ونقدر نتعاقد معه في الفترة الجاية اغالبا الهجوم مش هندعم في حد يعني بروخة ومكوكو الاتنين كويسين جدا انا شايف ان خمسة وطمانين وخمسة وطمانين ريت كويس جدا براهيم طبعا في السيميليشن هو طبعا في الواقع ما كانتش احسن حاجة الناس كتير انتعاقدته انا واصلا واحد من الناس اللي كنت شايف مستوى مش احسن حاجة في الفترة اللي فاتت دي كلها لكن في السيميليشن راجل هينفعنا الخطة اربعة واحد اتنين واحد اتنين هتنفعنا في السيميليشن طبعا هجومين قوية جدا اه دفعين ما كانتش احسن حاجة بس يعني اه في السيميليشن ممكن تعدي هنريكي كويس جدا طبعا كاريت وكاريت كويسة كبوري نفس الكلام مشكلتنا بس احنا عايزين وعايزين نجيب ديفندر وممكن سنتر باك ادي كاترة لعيبة وغالبا مش عارف انا طبع طبعا يعني هشوف برضو هيمشي ازاي فاقوى الموسم على الاقل معنا ممكن نشوف برضو حد بديل لماكسما ان مرموش غالبا مش هيكمل معنا الفترة الجادي وغالبا فيه طبعا ممكن يكمل ولما يكملش كونجال فش ممكن ما يكملش على حسب نشوف العيبة اللي ممكن تطلع بفرق ايه طبعا طلبات اللي ضربة بقى مختلفة تماما الموسم ده الموسم الخامس بقى بيرلي عن اي موسم تاني اه ضربنا في بيرلي هم عايزين نتعقد مع تلات لعيبة شباب من عشرين سنة وعايز في الموسم الخامس ده موسم بقى الحصاد بالنسبانا ده ان الحمد لله ما عندناش فير بلاي عندنا اتنين ونص بس اه حتة محتاجين اه اتنين مليون ونص كلام فاضي جدا بالنسبانا ترى لنا دي بقى مدينا تقدية بمينات هنا دوري افتال اوروبا حتة اليوز ديفالوب انت خلاص او فريق الشباب عارفناها عايزين الفريق عايز يفوز عشر موسم ده ونتعقد مع لعب كروشل لعب اساسي في مركز خط وسط او مركز المهاجم طبعا احنا غالبا هنجيب طبعا ديفندر في نص الملعب فننفذ الطلب ده بشكل كويس قوي الكونتل انتل بقى الطلبات الاوروبية او القرية عايزين نفوز او نوصل سيمي فاينال في الشامبيوز ليج طلب طبعا يعني معرفش الادارة دي سعبت اه في حاجة لاسعة في دماغهم واللي مش عارف الدنيا عندهم اه في سلك ملمس او حاجة حاجة مش طبعية بصراحة طلبات الادارة دي البريميا ليج بقى مش بقلوكو يعني طلباتهم غريبة جدا معرفش ولا هم عشان صرفين كتير الموسم ده ولا ايه يعني عايزين نفوز بالبريميا ليج وفي الكاس طبعا زي الموسم اللي فات نفوز بكاس الامراض اخيرا بقى جوز الفاينانشات زي ما قلتلكو احنا مطوب مننا اه في خلال سنتين نجهز اتنين ونصف مليون اه النادي بيكسب ماليا بقى لو فترة كبيرة او الحمد لله ومشين بشكل كويس اخيرا بقى جيه الوقت اللي حنصرف فيه من غير ما يكون علينا ق لما تيجي بقى بص معنا امتين مليون وسبعة يعني مبلغ كبير جدا مبلغ قوي جدا لو افترضنا بس نحن هنشيل السبعة دي على جنب عشان الفير بلي نعب راحبتها بقى في البوسمين التلات موسم دي معنا امتين مليون نقدر نصفهم كوي غير لسه ما بعناش اي لعب بالفرق عندنا فنقدر ندعم الفريق وندعم النقص عندنا نقدر ننفس بقى فترة الجانة ان شاء الله سواء بطولة الدولة او بطولة الشامبيوز ليج او حتى الكاس هتبقى اسهل بكتير لنا قبل نبدأ بقى طبعا اللعب ده بلعب اصلا في ايطاليا معرفش كان بلعب فين في ايطاليا بصراحة بس هو طبعا بدلوقتي حالية متواجد في اه في ايشبيليا انا هحاول بس ادخل في اه صفقة كده اني دويج ممكن لو قدروا يقبلوا عرض ده كويس جدا بالنسبة لنا هو فين دويج فول باكس ايه تعال يا دويج كده لو يوافوا ياخدوا دويج وياخدوا مسلا عليه اللعب سعر تسعة واربعين احنا هديهم دويج بعشرين لو ادناهم عشرين لا مش عشرين ما يفعش عشرين بقى تلاتين عليهم بسعروا بالزبط كده. انا شايف تلاتين كتير والله. بس نجرب كنشوف. قد عايزين دويج وعايزين سبعة واربعين عليه انتو مجانين بقى يا جماعة بقى. الناس بتبعت بعش ان عارفة تنحم على فلوس وبتاع بقى. لا طبعا مش هدفع المبلغ ده كله. انا هديك تلاتين يا باش اهو. خمسة وتلاتين. واشلك اه وخلي العشرة في مائة سين الكلوز مش مشكلة. تمانية وتلاتين يعني ما جاتش تمانية وتلاتين. بص يعني انا مضطر انا عايز اجيب باريزي بصراحة سعره كويس جدا والواد اه امكاناته كويسة جدا. يعني فرق بينه بن دويج بس اه خمسة فديه حاجة كويسة جدا بالنسبة لنا. انا موافق ومبروك عنها الصفقة دي. الصفقة معنا التانية صفقة سنتر باك يعني سنتر باك محترم جدا سنتر باك يعني لو ادلنا نخلص الصفقة دي هتدينا اج كبير جدا في منافس الفترة الجاية دي على البطوات الكبيرة ان شاء الله في اه في انجلترا وفي اوروبا. طبعا من باريس فبما ان دي موندي كويس جدا رب بتاعه اتن وثمانين وتراتة عشرين سنة. الدخيل اتن وتمانين وخمسة وعشرين سنة. وكريستنسن اتنين وعشرين سنة واحتمانين. انا ممكن ادخل اه في الصفقة. واضيكو عليه تلاتين مليون. ويبقى كده زي الفول اللي بنسبة لنا قوي. شوف بس هيوافو قولة ولا مش هيوافو. مش هيوافو طبعا. عايزي تن وخمسين مليون على كريستنسن. كتير قوي تن وخمسين مليون دي. طب ممكن نخليها خمسة وثلاتين والناس بدوا وقفشوا علينا اصلا وانريكي مش آآ عصبي مش مش هيستحمل الضغط ده كله. الراجل عايز تراتة وعربين مليون. فارضه كتير تراتة وعربين دي. وبدوا وقفشوا. طيب بص يا اخيرة بقى سبعة وثلاثين مليون. عشان ايه? احنا محتاجين الفلوس دي لسه في صفقة آآ ديفندر كبير في نص ملعب ان شاء الله. محتاجين الفلوس دي. اربعين وبدأ وجاب وشه مرة خلاص وراجل بقى ايه يعني يجاب اخر هنا. انا موافق له فترة يعني في وسطهم الموسم اللي فات كله. يعني قدر يخلي وسطهم يقعد في بقى في آخر لحظات في الدوري. يعني جوشوا كيمتش طبعا لعب بايرن السابق. اكيد الصفقة دي مهمة جدا بالنسبة لي هي تنين وتلقى وراجل تنين وتلاتين سنة. بس سرت تبين وتمانين. يعني حتى لو نقص الفترة الجاية. انا عايزه موسم واحد بس. يعني ديني بس آخر آآ آآ عصرة في كده ويطلق آخر حتة عنده. محتاجها الفترة دي تنقل يبقى في حتة تانية في الدوري في دور الابطال. فهو سعر واحد وخمسين. احنا ممكن نتكلم معاه. طبعا هتديكوا لاعب الاول من عندي. انا عندي لعبة كتير في الحتة دي. فممكن هتديكوا آآ يعني لو قلنا بس عن كده. كاميرا كويس جدا. خلي كاميرا ما نحتاجه. كوليم بردو كويس. انا ممكن اطلع براون هيل. الراجل آآ مستوى كويس جدا. كان موسم اللي فاته. لكن اخر موسم ده معينا. خيش في كم تخيشة كده كم غلطة كده يعني زعاني منه قوي. وفي الاخر آآ احنا عندنا تارة لعيبة كده في نص الملعب. انا هتديكوا على يعني هو واحد وخمسين مليون سعر جوشوك آآ كيميتش وبراون هيل بتناشر. آآ ممكن اديكوا اربعين وهتبقى مسلا خمستاشر في المية. ابقى باني لو ابداع بقى. تسعة وخمسين وعزيه خمسة في المية. بص انا انا منحس المبدأ ما عنديش مشكلة. بس يعني ممكن نتكلم فيها خليها خمسة واربعين. وخلي الخمسة في المية دي عشرة في المية. هي سيدي اي. اظن كده انتو ناس محترمة. عايزين انت تخلصوا يعني. طبعا صفكة باريسي ان شاء الله تكون صفكة كده كويسة بالنسبة لنا وضافة كبيرة في حدة الليفت باك بقى عندنا. وتعود آآ دويك بصراح كان نقدم آآ موسمين او ثلاث مواسم معانا ممتازة. لكن باريسي طبعا يعني انت بتتكلم بقى في كلاس اي كده حاجة محترمة يعني في الليفت باك. اما بقى صفكة كريستان روميرو فراجل هلعب جنب الدخيل هيكون سنتر باك التاني جنب الدخيل. وديموندي هيكون بديل ليهم طبعا بدل كريستانس اللي ماشي وراح في الصفقة دي. صفكة بقى جوشوة كامتش. كامتش احنا واغدين في الصفكتال اللي فاته ريت اي. اوعى بقى معانا من نبي يعني عايزين ناخد في الصفقة دي برضو. يعني انت اكيد اضافة كبيرة جدا للفرقة. يعني تلات صفقات التلات صفقات ريت ايه فاكيد شغل محترم جدا من الادارة الملاية عندنا. ودهنا خلص صفقات آآ تفيد الفرقة في الفترة الجاية. اخر صفقة معانا بقى تكون صفكة يعني آآ مش عايز لكم فجأة بالنسبة لكم. بس طبعا هو من نفس النادي اللي جبنا منه باريزي. آآ واضح ان هو متعقد مع ليه بقى طلان كتير. يعني آآ كيازة بقى طبعا لعب اليوفي السابق طبعا لعب مهم جدا تسعة وعشرين سنة. في البرايم بتاعه بقى احنا بنجيب لعبة طبعا كبيرة في السنة شوية. لان طبعا جبنا لعبة شبابة بالفترة اللي فاته دي كلها. لكن اكيد كيازة هيكون اضافة كبيرة النادي. انا ممكن بس دخل صفقة آآ كده في الصفقة دي. يعني طبعا عندك آآ مرموش مفودي يخش في الصفقة. والله انا بفكر اطلع مانول. مانول آآ صحيح مانول بيعب برجل الشمال في الناحة اليمين. لكن مرموش انا بحب مرموش بصراحة. مانول تلاتين سنة كمان فممكن اطلع هو. واحنا معنا سبعة وسبعين مليون. يعني لو ودتهم في الصفقة دي. آآ اربعين مليون. اظن فرق اوي مع سيلون كلوس خمستاشرة في المية. مفوض يبقى اربعة واربعين مليون. طب لسا في كلام كتير هم حتى مقفشوش يعني. هي اربعين مليون يا باشا. واحنا لسا مخلاصين في باريزي ما 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 فصلتش فيه. فنجحونا الصفقة دي بخلوها جدع بعد كده خليت جدع معنا. تلاتة واربعين مليون. طيب انا بص هتكلم برضو في الصفقة. يعني شايف ان لسا المبلغ بعيد عن عن كده قوي. فاربعين مليون كويس قوي ومطلو غلاسة يعني. وخليها سيدي خمستاشرة في المية. ازبوط كده باشا قوي. طبعا البريمير دي كله بحسدنا على الصفقات اللي عملناها. احنا خدنا في التلات صفقات ايه? يعني يا ريت بقى الصفقة دي كمان برضو ناخد فيها ايه ايه ايه? انا حاسي اضحك علينا والله. كممكن نتكلم في الاربعين مليون دي اكتر من كده كمان. يخلص بكام بقى. السلوات دي ريته كويس جدا. ستة وتمانين ريت كويس جدا. بس يعني لا. يعني كممكن يخص انا مش هترف اه. خمسة واربعين مليون. تب ما نفس الساقة كويس هو. اه بس احنا ديناه منوال اه. لو حطناه فوق الاربعين هتناسك الصفقة دي خلصت بحاجة وخمسين مليون. فاكيد اه كان اوفر اوفر برايز بشكل كبير يعني. طبعا ده التشكيل بتاعنا بها في بداية الموسم. تشكيل محترم جدا. التشكيل انا ما كنتش احنا بيه ابدا نلعب بيه في فريق بيرلي. لكن لو سنة لو لو كتب لينا نحوصة نهائي دوري ابطال او او بطول نهائي كاس اي اي ان كان بكاس انجلترا او كاس الكرباو. اه المطش ده هتلاعب ساعتها في الحلقة دي ونشوف ساعتها دينا هتمشي ازاي. طبعا التشكيل زي انتم شايفين يعني اقوى خط اقوى خط عندنا هو خط النص. كامتش اه تانية وتمانين. هنريكيا خمسة وتمانين. اه براهيم ستة وتمانين. وكيازة خمسة وتمانين. وخط اللجوم بعدها عطول بعد كده خط الدفاع بقى. محتاجين الموسم الجان شاء الله نزود بقى ونعمل في حتة الدخيل شوية وكابوري. وحتى الجول كيبر كمان لو خيش الموسم ده. اه ساعتها ممكن نشوف بديل كويس ويعملنا في الحتة دي. وصلنا حاليا بقى نهاية الموسم يعني واضح جدا من 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 فوق عند الادارة طبعا. الادارة مش راضية عندنا خالص. ربنا اصطر تكون حصلت بقى مصايب. هنشوف كده حصل ايه في نهاية الموسم يا ترى ايه اللي حصل? لان معنا الادارة مش راضية كده معناه ان في كوارس حصلت في الموسم ده. طيب في البداية بس كده بطل البريمير ليج منشستر سيتي طبعا معنا كده ان احنا مكسباش الدوري ولا موجودين اصلا في التوب فور ولا في التوب سيكس ولا حتى في التوب ايت فدي كرسب معنى الكلمة. يا راجل ده انا كنت معاها شوية لعيبة اقل من ديب كتير. وخدت طب طب فور. ازاي الفرقة دي ما اخدتش طب فور يعني. ستي بطل الدوري مانشستر رونيتد مركز تاني. اه توتنهام مركز تالت. مفاجئة بقى البريمير ليج برايتل طب فور. ليفر بول خامس. نوتنج هامفورس مفاجئة اوة كمان طب سيكس. ارسنال مركز سابع. واستهام مركز تامن. هلحنا بقى فهم في الظبط انا مش هاد رفهم. اقوة هكون هبطنا يا جماعة. يعني انا مش هاد رفهم من تاسع. اسطن فيلا عشر. بيرل الحداشر مش ممكن. بجد مش ممكن. يعني اتنين وخمسين نقطة. مش عارفين نجمع آآ ستين نقطة حتى على قلب. كرسب معنا كلمة. ليه حق اللي دورة طبعا تبقى آآ قلبة والشاجة جامد يا كده. طب نشوف بقيت الدوري كده حصل في ايه. تشيلسي خمسطاشر. طب ما الفرقة كيرا في الدوري بجماعي. عندك ليتز كريست البالس ساوس هامتون التلات فرقة دور هبطوا في الموسم ده. اما بالنسبة لكاسل كرباو كسبنا ليت يونايتد في دور الاربعة وستين اتنين واحد وتأهلنا الدور الاتنين وثلاثين. يا طلب هنقابل مين في دور الاتنين وثلاثين كده. قابلنا بريستون سيتي وكسبناها تلات اتنين. تبدا حاجة كويسة جدا. يعني وصينا دور مرتاحين. خسرنا قدام مانشستر يونايتد اربعة اتنين. للأسف خسرنا قدام مانشستر يونايتد اربعة اتنين. طب نشوف كده السيمي فاينال يونايتد وسيتي. سيتي كسب يونايتد في السيمي فاينال. واخيرا بقى هادرس فيلد كسب برايتون في سيمي فاينال. ومنشستر سيتي وبطل الكرباو. بالنسبة لان ايه كاب يعني كسبنا سويندون سيتي اه تلاتة واحد في دور الاربعة وستين. طبعا فيه ماتشاط ريبلاي مش احنا معلمناش طبعا ريبلاي احنا كسبنا. نخش عدور اتنين وتلاتين. كسبنا وينبلدون انتين سفر تحقيق كويسة جدا بالنسبة لي. طبعا ما فيش ريبلاي برضو. دور الستاشر بقى كسبنا كريستر بالاس اتنين واحد. طب كويس قوي. دور الثمانية كسبنا مانشستر سيتي اتنين واحد طب كويس. سيمي فاينال بقى يا جماعة اخيرا. كسبنا ابسوشتون ووصلنا الفاينال بقى اخيرا يعني اه هنقابل اه هنقابل مين? في الفاينال. كسبنا اخيرا اخيرا بايني كسب بطولة يا جبعة. طبعا كان نفسي حقق البطولة دي معاكم لكن الحمد لله الولاد حقق قوة في الاخر هو ده اللي همنا كلنا في الاخر طب ما لدرس علامة بقى ايه? يعني نفس افهم لدرس علامة ليه ما احنا كسبنا بطولة اه الاف ايقاب هو? داني ماشي كويس جدا معنا معرفش يعني اه ده اول لقب يخش النادي من من سنين يعني. دور الابطال طبعا يعني مفاجأة طبعا مجموعاتنا مكادش صعبة قوي يعني انتر طبعا الفريق الاقوى في المجموعة هو الليدر في المجموعة. نيس طبعا يعني معنا نيس يتاهل عليك دي مشكلة كبيرة قوي. يعني احنا تلعنا في الماكس تالت صحيح روحنا ايوروبا ليج. احنا في اليوروبا ليج يعني كسبنا ايكس في الدور التمهيدي تلاتة واحد اه اه اكسبنا ايكس سبعة واحد بمجموع الماتشين ده نتيجة كبيرة جدا بالنسبان نه عملنا ماتشين اه كويسين جدا. دور الستاشر بقى اتاهلنا على حساب مين او كسبنا مين يا رب يكون بس عدنا كده. كسبنا برايتول الاتين سفر كويس جدا. عدنا برايتول في دور الستاشر وصلنا دور تمانية وكسبنا فنر بخش اربعة واحد في مجموعة الماتشين برضو. وتأهلنا الدور السيمي فاينال المفروض يعني خسرنا قدام مونكو للأسف هو دي بقى النتيجة اللي ما كانتش بتوقعه إنه بتخسر قدام مونكو حتى ريفر بول خسر قدام سوسيداد معنا كده الفاينال بقى بين مونكو والسوسيداد لكن للأسف إحنا عملنا إحنا وصلنا قبل كده الدور ده قبل كده مع بيرلي أنا وصلت معهم قبل كده الدور ده ووصلت معهم سيمي فاينال ليروبا ليج لما نيجي نشوف بقى هداف البريمير ليج حاليا هايلين طبعا واحد وتلاتين جول راجل ده انفجر مع مانشستر رونايت الدولاتي حاليا رودريجو آآ تاني هداف الدوري اتنين وعشرين جول مورايو بقى لاعب نوتنجهان فورس طمانتاشر موايسكين آآ سبعتاشر جول وبروخة في التوب فايف آآ بروخة يمع على مدار الخمس مواسم مع بيرلي ما خرجش برا التوب فايف الراجل ده بيأكد إن هو مهاجم وورل الكلاز بصراحة يعني أيا كان بقى ومع مين هو بيأدي بشكل ممتاز يعني هو سيح طب فايف لكن آآ نوعا ما بروخة يعني آآ اوفر اكسبيكتشن يا بصراحة الراجل تفوق على كل التوقعات افضل بقى أسستة في البريمير ليج يعني جوردون آآ عمل تلاتاشر أسست جاج بقى عمل من ليفربول حداشر وآآ كولوسفاسكي عمل حداشر أسست كيازة بقى من من بيرلي تسعة أسست واسميس رو عمل آآ تمانية أسست دي بقى أرقامنا الشخصية احنا بقى احنا عرفنا أرقام بريمير ليج نشوف بقى أرقامنا الشخصية يوسف موكوكو معرفش ازاي يعني موكوكو جايب سبعة وعشين جول بس جايب خمستاشر جول في الدوري وخمسة في اليوروبا ليج وتلاتة في الكاس الإمارات وجايب اتنين في الشامبيوز ليج واتنين في الكرفاو الراجل مسجل في كل بطولة شارك فيها يعني بصراحة موكوكو بصراحة كان مفاجأة جدا بالنسبة لي كبيرة جدا وصل ريت سبعة وتمانين زد اتنين على الريد بتاعه هو كان خمسة وتمانين في بداية الموسم بروخة زد واحد على الريد بتاعه لكن جايب سبعتاشر في الدوري زي انتم عارفين اتنين في اليوروبا ليج وتلاتة في كاس الإمارات مجموعة جواله اتنين وعشرين جول لويس هنريكي بقى يعني يا راجل عمل برضو نتاج كويسة جدا جايب خمستاشر جول ماشي بشكل كويس جدا هنريكي معنا وزد اتنين برضو كيازة بقى انا عايش في ارقام كيازة كده كيزا جايب تمانية في الدوري عمل سبعة اسست او عمل تسعة اسست ارقامه كويسة جدا في الدوري اتنين في الشامبيوز ليج واحد في الكارباو وفي اليوروبا ليج جاب جول واحد بس يعني اليوروبا ليج للاسف لعب تمام واتشاط جاب جول واحد بس رقم قليل قوي براهيم بقى يعني جايب كم جول جايب ست جوال وعمل سبعة اسست يعني ماشي كويس نوعا ما بس ارقامه يعني سبعة وربعين ماتش عمل ست جوال بس وعملت سبع اسست قليل اول ايبراهيم. اتنين في بس يعني انت جايب جوليل بس في في من تمانية وعشرين موتش. طيب وما زادتش ولا حاجة طبعا. كيمتش راجل نقص واحدة بس كويس جدا. عمل خمسة خمسة جوال. وعمل اتناشر اسست. كيمتش طبعا يعني ممتاز جدا. واضافة كبيرة جدا. يعني راجل جاب لنا بطولة الكاس في الاخر. يعني اول بطولة تخش بعدما ضمنا بقى شوية لعيبة على مستوى عليه جدا. آآ بريسي طبعا راجل كان آآ ممتاز برضو كأداء وزاد واحدة بس عندنا ريت واحد. لكن هو في الاخر ارقامه مش ما تمناش قوي وجاب آآ تلات جوالف على مدار الموسم كله. مرتنز بقى مفيش حد تانية عندنا خالص. تلما لسه في عرر ارسنال مرجعش. ترجع بالسلامة يا تلما ان شاء الله. طب الكلين شيت نشوف الكلين شيت كده. يعني آآ مقوقه طبعا آآ ترافورد عمل تلاتاشر كلين شيت. حلوة جدا. اترافورد طبعا مدار البريميليجي عمل سبعة كلين شيت بس في الدوري. زي ما انت شوفت كده يعني مقوقه مشي للأسف يعني واضح ان عقد مقوقه انتهى. وانا طبعا كنت لابس آآ آآ طاقة لخفة بودرة العفريت بقى مواضح انه مكادش كاملة. غطت نصي بس ونصي الباقي باين. حاجة حاجة بخير بس خرب صراحة ايه ما عرفش آآ آآ ايه اس بورت هتاعمل فيه اكتر بين كده ايه. لكن للأسف محتاجين نعود طبعا مقوقه في الموسم الجديد ده. وانشوف هندعم بمين بقى مركز اللجوم ده. يعني واضح ان مقوقه عقد انتهى غالبة برسبة كبيرة. طبعا طلبات الادارة في الموسم ده واضح انها صعبة جدا يعني بداية بس طبعا فيه طلبات سالة في ونفوز بكاسة الامارات. دي الطلبات الاساسية بالادارة في الموسم ده. حتة الشباب خلاص فهمناها. عايزين اتعاقد زي ما قلت لكم اتنين لعيب يا شباب. الجزء القري عايزين نفوز ببطولة اليوروبا ليج. طبعا طلب صعب جدا. احنا اخيرنا وصلنا في البطولة دي. وعمرنا وصلنا فاينال قبل كده. الدوميستك بقى البطولات المحلية. المنافسة على لقب البريميا ليج طبعا. حاجة شبه مستحيلة صعبة جدا. تم قولي حتى نتقهل دور ابطال. احنا مركز حداشر الموسم اللي فات يعني معرفش الطلبات الادارة مفيش اي اه منطقاء في الموضوع. وفي نفس الوقت عايزين نفوز بكاسة الامارات اه زي انتم عارفين خلاص. والجزء الفينانشل بس ده الجزء الوحيد اللي بنسباننا ايجابي شوية. ان احنا معنا البطجك نقدر نصرفها. طبعا نعود صفقة موكو اكيد فرقة جدة في مرتبتنا. وفرض شوية فلوس كتير او في الوقت الحالي. طبعا انسب مهاجم اه يقدر يعوض موكوكو لعب نفس البروفايل بتاعه ونفس الكواليتي بتاعه. هو طبعا فيكتور روكي لعب برشلونة السابق طبعا هو لعب حاليان داتي كنا حاولنا نجيبه في في الموسم الرابع لينا مع بيرلي. لكن للأسف كانت متمسكة بحتة شارط الجزائي اللي هو كان مية وتمانين مليون او حاجة زي كده او كان مية مليون تقريبا. ورفعوه دولتي مية وتمانين مليون. لكن احنا طبعا مش هنتكلم في شارط جزائي اهو ما وافقين يكلموا في السعر بتاعه. هو سعره خمسة وتمانين مليون. احنا اخيرنا في الصفقة مية وعشرين مليون فهنحاول نبديهم الاول ممكن مية مليون. عشان طبعا تبتكلم في لعب كواليتي رهيب يعني. هو نفس الرب بتعمهوكو تريبا. مية وستاشرة طب كويس احنا كده معنا كده ان احنا نقدر نجيبه ان شاء الله. بص يا باشا خليها بقى مية وعشرة او مية وخمسة. عشان برضو احنا هو في عقد ناقص ولا عايزين نجد تعقل. ايه ده مية وخمسين دي لأ. مية وخمسة ايه? وما فيش اه سالم كروز ما فيش مشكلة فيها. مية وعشر على البركة باشا. وضع طبعا اما يعني فيه كارسة حصلت دلوقتي يعني انا طبعا لسه موصلناش نهاية الموسم لكن انا طبعا اه الطريقة اوقف لان اقتن الرب بتاعنا نزل بص لدرجة ايه? يعني انا عمري في حياتي بوصلت في اه مع اي فريق بدربه للمستوى ده. وضع ان فيه كارسة حصلت انا معرفش ايه هنشوف دلوقتي بس احنا وصلنا تقريبا لشهر فبراير او شهر مارس فهنشوف اللي حصل ايه? يعني احنا في الدورة الانجليزي. طب احنا كويس في الدورة احنا مشين كويس جدا في الدورة. مركز تالت او. اقل فرق بنا وبين اه اه توتن هام اه عشر نقط تقريبا. لكن لسه انت فاضل عشر ما تشغط فالدوري لسه في الملعب. لسه بدري او عالكلام ده. طبعا احنا كنا بطل الكاس ومنشستر سيتي كان بطل الدوري. احنا اخسرنا للأسف او كاس الدارة خيرية. مش هدي مشكلة. طب كاس الامارات طيب. كاس الامارات احنا مش موجودين في مش موجودين في دور التمانية تقريبا. طب الدور اللي قبل كده ايه? ولا في دور السبتاشر? ده احنا خرجنا من بدري الاربعة وستين. مفاجأة كبيرة جدا بطل او حامل اللقب بيخرج من اه 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 امكي اه امكي دونز طبعا يعني مفاجأة كبيرة جدا بالنسبة لنا. ليه حق الادارة طبعا تقفش علينا. هو اللي حصل ده كارسة بمعنى كما انت بطل الكاس تخرج من دور الاربعة وستين. اما طبعا في الكارباو فانت بالاخر انت اللي كسب البطولة هو لستر سيتي فانت كده كده في الاخر ما فستش بالبطولة دي. انت بالسيمي فاينل احنا من دور الستاشر حتى على الاقل. ولا موجودين في دور الستاشر كمان دي كارسة يا جماعة. ايه اللي بيحصل ده? دور الستاشر. خرجنا قدام اه كريوي كريوي الكزاندرا. يعني فرق اصلا انا مش عارفة انت اسمها. فرق اصلا اول مرة اللعبها في في حياتنا كلها. فمصيبة مصيبة طب ايوروبا ليك طيب. هي بقى اخر امل ايوروبا ليك واضح ان اه احنا كانت مجموعاتنا فين طيب نشوف بس اول احنا مجموعاتنا. طب احنا تصدرنا مجموعاتنا. كان معنا سالسبرج ودنامو كيف. اه اه اف سي بازل. يعني احنا تصدرنا مجموعة. ودخلنا الدور التمهيدي او او اما دخلاش الدور التمهيدي انت بتصدر بقى. دور الستاشر على طول. اه احنا خرجنا قدام اه خرجنا قدام لايبزيج. اه او معلش بس لايبزيج. خرجنا قدام اه اه ريت بول سالسبرج النمساوي يعني مفاجأة طبعا احنا تخرج من دور الستاشر وانت اصلا مطالب انك تفوز بالبطولة دي. احتى الموسم اللي فات كنا سمي فاينل. فدي طبعا كرسة بنسبة الادارة. اه من حسبها طبعا الارقام. الادارة صرفت مبلغ كبير جدا الموسم ده. اعلى صفقة في تاريخ النادي كله. اه رقم كلاس كبير. فوق الميت مليون. فطبعا الادارة كانت مستنية. عوقت بقى اجيلها من حتة البطولة اه بطولة اه بطولة اليوروبا ليج. طبعا قرار الاقالة كان بتعقع جدا في زل بقى انت اخرجت ملكاس اه الامارات وكاس الكارباو وكمان اه اليوروبا ليج. طبعا اليوروبا ليج دي بقى الى اخر بقى ضربت اه اخر طلقة بقى ضربت فينا. يعني الادارة اكيد بعد الصرف لصرفاته الميت مليون اللي جدنا بيهم اه بكتور روكي. كانت مستنية تعوض الكلام ده طبعا بان انت بات اهل في بطولة اوروبا. اه في اليوروبا ليج وتوصل فاينل الاقل وتاخد اه حقوق البس بقى والكلام ده كله. طبعا البرايس بتاعة البطولة. لكن الاسف انك تخرج من دور اله الستاشر دي كارثة في الكارثة مالية قبل ما تكون كارثة من حسب مستوى الفني بقى والجماهير. طبعا مشكلة كبيرة جدا لكن الاسف اه احنا خرجنا في الموسم ده. موسم التاني ما كمناشا موسم التالي زي ما كنت وعدتكو. طبعا خارج عن ارطي. احنا كده وصلنا الحلقة والسلسلة كلها. انسى اشباركو الفيديو واشتركو القناة وشاركو الفيديو مع صحابك وتفاعل قرص تنبات. اشوفكو الخير ان شاء الله في سلسلة يونايتد. السلام عليكم.